خواص السائل تعلمت سابقا شيئا عن خواص السائل والجامد والغاز فكيف يختلف السائل في خواصه عن الجامد والغاز؟ إن أجزاء الجامد كما تعرف متماسكة بقوة بعضها مع بعض ولذلك يحتفظ الجامد بشكل وحجم ثابتين ولذلك يقال إن الجامد تركيبا متماسكا قويا وثابتا في الظروف الاعتيادية أما الغاز فأجزاؤه ضعيفة جدا في تماسكها ولذلك تتحرك أجزاؤه في جميع الاتجاهات ولا يحتفظ الغاز بحجم وشكل ثابتين وإنما يتغير بتغير الإناء الذي يملأ فيه الغاز ولذلك يقال إن الغاز مفكك التركيب أما السائل فهو وسط بين الجامد والغاز فأجزاؤه ليست مفككة كما هي الحال في الغاز وليست متماسكة بقوة بعضها مع بعض كما هي الحال في الجامد وإنما هي متماسكة إلى درجة تسمح لها بالتحرك أو الانزلاق بعضها على بعض ولذلك يحتفظ السائل بحجم ثابت فقط ويتغير شكله كما هي الحال في الغاز بتغير شكل الإناء الذي يوضع فيه ويقال إن للسائل تركيبا وسطا في تماسكه وثباته بين تركيب الجامد والغاز ولكن لماذا يبدو السائل أقل تماسكا من الجامد وأكثر تماسكا من الغاز؟ وكيف يمكننا أن نفسر اختلاف تركيب السائل عن تركيب كل من الجامد والغاز؟